أتمنى معنا سيد عبد الحفيد كورتل المستشار القانوني لقناة النهار سيد عبد الحفيد كورتل إذن هذه الصور أنت معنا هذه الصور مباشرة أو هذه الصورة وصلتنا من داخل قاعة المحاكمة بمحكمة سيدي محمد إذن نلاحظ أفراد من هيئة الدفاع المتهمين كما ترى سيد عبد الحفيد كورتل هذه الصورة وصلت إلينا من داخل هذه القاعة قاعة رقم خمسة التي ستشهد ربما نقول سيد عبد الحفيد كرتل مجريات هذه المحاكمة تنبأتم فيما سبق بتأجيل هذه القضية وأجلت بالفعل يوم الاثنين ولأسباب ربما ليست نفس المبررات التي قدمتها لنا قدمت من طرف الهيئة طبعا كانت أسباب أولا إجرائية تتعلق بطلب تقدمه المحامين بخصوص ضم القضايا واختلاث مع رئيس الجلسة طبعا فيما بعد التأجيل سجل في الملفة لأنه بيطالب من الدفاع أي بيطالب من المحامين طبعا يقوله طالب من المحامين لأنه كل محامي عنده أسباب ربما وعنده أشياء يحضرها حتما ليست دائما رغبة المتهمين يعني أحيانا المتهم يريد المحاكمة والمحامي يرأى غير ذلك يعني اليوم ربما كان بعض المتهمين كما قلنا قبل قليل بأنه حتى يرفضون التأجيل ويريدون المحاكمة حتى بدون حضور محاميهم أظن فيه متهم أو اثنين ولكن فيما تعلق بمتهمين آخرين يتمسكون بدفعهم طبعا أظن بأنه إذا تحدثنا عن ظروف محاكمة قلنا قبل قليل أيضا بأن هذه هي الإمكانية الموجودة هذه هي محكمة سيد محمد التي أحيل عليها الملف لا يمكن توسعة القاعة لأكثر مما تحتمله القاعة صغيرة مورثة على هذا الاستعمار ولو أنها قاعة جميلة جدا ولكنها لا تكفي لإرضاء فضول ملايين الجزائريين من كل بقاع الجزائر يريدون حضور المحاكمة لا يمكن إطلاقا أن تحتمل هذه القاعة فوق خمسين أو ستين شخص على الأكثر لذلك تم تجهيز بهو المحاذي للقاعة بشاشات تلفزيونية لضمان مشاهدة للمواطنين لما قدرش دخلوا إلى قاعة الجلسة أنت قلت مشاهدة تلفزيونية لكن بين قوسين عندما تحدث عن العلانية لا توجد تغطية إعلامية يعني هذه التغطية التي تتحدث بخصوصها لا العلانية هي تكون كائنة شاشات تلفزيونية خارج قاعة الجلسة في البهو لأن البهو كبير البهو أكبر من قاعة الجلسة هذا البهو فيه ثلاثة شاشات وفيها كراسي يمكن متابعة الجلسة وصير الجلسة من خلال هذه الشاشات الأمر لن يكون بنفس درجة لما تكون داخل قاعة الجلسة لأنك طبعاً راح تشوف كل شي على حقيقته ولكن مع ذلك نظن بأنها طريقة من الطرق التي شفتها مصالح وزارة العدل لأنها تضمن مشاهدة لعدد أكبر من المواطنين فقط يعني هناك من تحدث عن أو اقترح نقل المحاكمة إلى محكمة الدار البيضة التي هي تابعة لمجلس قضاء الجزائر ولكن قواعد اختصاص واضحة في القانون هنا قضية فساد لا 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 قضية اختصاص التحقيق تم في محكمة سيدي محمد وفي القطب الجزائر المتخصص في قضية الفساد طبعاً لابد أن يحاكموا أمام محكمة سيدي محمد ولا يمكن إحالة الملف على محكمة أخرى لها محكمة الدار البيضة لأنه سيتم التنويه في الحكم بأنه تمت المحاكمة في محكمة سيدي محمد يعني من ناحية القانونية كل شيء مضبوط طبعاً من ناحية القانونية كل شيء مضبوط ما عاداً محكمة العليا لا؟ نعم أكي بليتي خبيرة الآن منك طبعاً ما عاداً ما تعلق بأنه نعود ونذكره بأن الدستور الفين وستاش يتحدث عن ودستور الفين وستاش سري المفعول يعني رأنا نمشي بقواعد الفين وستاش ما نشس قبل الفين وستاش بعد الفين وستاش كل شيء لابد أن يتأقلم كل القوانين وكل الهيئات التي نص عليها هذا القانون لابد أن تنشأ المحكمة العليا للدولة التي تحاكم رئيس الجمهورية في حالة الخيانة والوزير الأول في حالة ارتكاب جنح وجينيات كما هو الحال الآن الوزير الأول مرتكب جنحة اثنين وزارة أوليين مرتكبين جنحة من حقهم أنهم يحاكموا أمام محكمة عليا وهل يمكن أن يتحجز المحامي هائة الدفاع بالمدنة السبع وسبعون؟ طبعاً ممكن ممكن حتى يديروا هوجه من أوجه الطعن مستقبلاً ممكن حتى يدفعوا بعدم دستورية المحكمة لأن أنت عندك دستور سري المفعول يتحدث عن محاكمة شخص في محكمة أنت مكش قادر أصلاً تديه من محكمة سيد محمد الدار البيضة لأجل احترام القانون طبعاً الآن أنت تحاكم في محكمة سيد محمد خلافاً لما يتحدث عليه دستور 2016 أنا لا أدفع عن أحد ولكن أقدم وجهة نظر القانون يعني هذا هو إطارها إذن ما عاد هذا الشيء كل الإجراءات القانونية سليمة أيضاً فيها نقطة أيضاً مهمة جداً وسبق أننا شرحناها يعني ما ندخيلوش أنه إنسان نعطيه الحق في الحصول على امتياز التقاضي امتياز التقاضي وش معناها نشرح له للناس أنه أي مسؤول بدرجة كبيرة لما يحقق معه أو يحاكم لابد أن يحاكم أمام أشخاص ذو كفاءات عالية جداً وذو خبرة كبيرة جداً يعني تدخيل أنت الآن أنت تتحدث عن القاضي طبعاً أنا لا أنتقسه من قيمة أي قاضي ولكن القاضي الذي عنده ثلاث سنوات خبرة لما يستجبه أحمد أويحيام هو نفس القاضي لما يستجبه قاضي عنده خمسة وثلاثين سنة خبرة يعني هذا منطق هذا هو اللي يجع له امتياز التقاضي امتياز التقاضي هو اعتبار للمنصب وليس اعتبار للشخص هو اعتبار للمنصب الذي شغله هذا المسؤول بدليل أن العبرة بمحاكمة المسؤولين ومتابعتهم قضائين هو لما يكون مسؤول وقت ارتكاب الجرائع لما يكون ارتكبها في ما كانش مسؤول ما عندهش امتياز تقاضي لما يرتكبها هو يمارس في الوظيفة في هذه الحالة يحسر على امتياز تقاضي انا قلت سافقا انه من غير المعقول انه نجيبه مسؤول برطبة وزيره نده المحكمة العليا نحقه معاه نطلعه المستوى الفوق ثم بعد ذلك بعد ما انتهى متحقق نبعثوه الى المحكمة سيدة محمد لحاكم يعني كان من الاحسن اذا لو ما كانش الفايدة من امتياز تقاضي امتياز تقاضي تحقق عن جهة عليا وجهة عندها خبرة وكفاءة وكل شي حتى المحاكمة لما تحال تحال الى محاكمة بجهة عليا ايضا هل تتغير الاحكام اذا غيرناها من محكمة عادية كما نلاحظ الى محكمة عليا ابدا في صالحي من ستكون المحكمة العليا لن تكون في صالح المسؤولين تعرفوا علش لانه لن تكون هناك جهة استئناف لكنها تمثل لا ينص الدستور على انشاء المحكمة العليا للدولة بخصوص الوزير اول خاصة لا يتحدث عن جهة استئناف لما تكون محكمة عليا للدولة كنت تسأل في وين تروحك تروحين بسغادة الجزائر ابدا ما نروحوش من الفوق نعودونها بطول تحت بالنسبة الان في هذا القضية لما احيلوا على محكمة سيدي محمد على اساس انه سمعت الوزير يقول ما عندناش محكمة لم ننشيء محكمة واش ننذرون نخلوهم هكذاك لازم ندرون محكمة عادية الان الشيء الوحيد اللي يستفادوا منه هؤلاء وربما يخدم في صالحهم انهم عندهم درجة تقاضي اللولة لها محكمة سيدي محمد ثم عندهم في حالة الإدانة يروحوا يديروا ستينا في المجلس قضاء الجزائر ثم في حالة الإدانة يعودوا يديروا طعن إلى المحكمة العليا يعني عندهم ثاف درجة تقاضي مثلهم مثل أي مواطن مثلوا أمام القضاء بالمقابل لو تم إحالتهم على المحكمة العليا للدولة التي إذا ما أنشئت وحكموا أمامها أين سيطعنون في الحكم لما يمعجبون في الحكم وين يطعنوا فيها في العادة أين إذا أسست إذا أسست ما كانش أليات وين يطعنوا يروحوا مباشرة إلى المحكمة العليا إذن الآن حتى المحكمة هذه لم تشكل ولا نعرف صير عملها ولا نعرف أشكل أعضاءها ولا نعرف أولا شي المشكلة أنه ربما في وقت النظام السابق أو لما أنشئ لما تم الاستفتاء على الدستور في سنة 2016 نظل بأنه النظام هذا الوقت ما كانش حبي يأسس هذه المحكمة لغاية معينة يعني يأسوا كثير من الهيئات اللي نص عليها دستور في 2016 ويديروا في خطاب يقول لك حلاص الـ 2016 الدستور أصبح حسن المفعول لذلك الآن نحن نقوم بتشكيل هيئات مرسة حقوق الإنسان والطفولة واكتب من الهيئات الأخرى نتيجة تطابق باش نطابقوا هذه المؤسسات مع الدستور الـ 2016 هذه سوى المشرحة وذلك المشاهدين فقط تصلنا طبعا أستاذ كورتون من داخل قاعة أو هدبهو المحكمة محكمة سيد المحاول لا هذا قاعة جلسات قاعة جلسات قاعة رقم 5 من داخل قاعة الجلسات كما أشرت أنه قاعة صغيرة تبدو جليا أنها قاعة صغيرة وحتى الآن يكفي أنك تعرف أنه قاعة موروثة عن الأهد الاستعماري يعني هذا القاعة إذا لم يكن لديها همية سنة تخيل هذا الوقت كان عدد الأشخاص يمثوا أمام القضاء كان عدد بسيط جدا عشرة أشخاص أو عشرين شخص بالأكثر حتى في ظل سنوات ماضية كانت محاكمات شهيرة أنا أحذرت وإن لم يكن بالإمكان حتى دخول المحامين يعني كموقع الآن يعني تخيل أنت الآن لما تكون قضية فيها عشرين شخص كل محامي بثلاث كل متهم بثلاث محامين أنت الآن أمام ستين محامي فقط يعني ستين محامي فقط تعطيهم الكراسي وتغلق القاعة لا يبقى مكان للمواطنين لذلك نظن واجب الآن التفكير في حلول أظن مستقبلية يعني حتى لا تحدث عن الإختصاص ولكن فيه إيجاد حلول مستقبلية ربما لتدارك هذا العجز وهذا المشكل في كل مرة تخيل الآن هل نجلس المحامين أم نجلس المواطنين أم نجلس الصحفيين أم نجلس الفضوليين وأن تتحدث في هذه اللحظة سيد عبد الحفيد كرتو تصلنا معلومات بأنه في هذه اللحظة دخل المتهمون إلى هذه القاعة الآن كيف يمكن أن نتصور الوضع بعد دخول المتهمين طبعا سيتأكد القاضي من حضور كل المتهمين نقطة مهمة أيضا وهي نقطة إجرائية المتهمين يحضرون بالأغلال يعني بليمينوت من هذا لما يكون في عهدة الشرطي يجيون من المؤسسة العقبية لأنه تعرفي لأنه هذا أولا حماية لهم ثانيا إجراءات الخوف من محاولة حرب أو شيء آخر ولكن الشيء الذي لابد أن يقال هو حقيقة أن كل القضاء في مثل هذه الحالات يحرصون على مثول المتهم بدون أغلال يعني يطلبون كرامته طبعا الآن هو أمامه والآن في عهدة القاضي لم يعد في عهدة الشرطي الشرطي الآن يوفر الأمن فقط ويحرص يطلب القاضي من الشرطي أنه يفك الأغلال تاعة هؤلاء المتهمين ليتم الحديث معهم وهم أحرار انطلاقا من مبدأ البراءة أولا ثانيا من مبدأ أنه يخليك مرتاح باشي جوب الأسئلة القاضية بعد التأكد طبعا من موصول المتهمين طبعا فيه تشاور بين هيئة الدفاع من المحامين والقاضي بخصوص طلبات محتملة أو بخصوص طلب تأجيل محتمل وبخصوص نقاط قانونية ربما يطرحوها المحامين في شكل وفرضية التأجيل مرجحة طبعا قلنا نصف 50% ممكن تأجيل و50% محاكمة وهنا هل يحق للقاضي أو إلى أي مدى القاضي حر في رفض التأجيل متى يرفض القاضي يرفض التأجيل عندما يرى بأن أسباب التأجيل واهية إذا لم تكن واهية في المرأة الأولى؟ لا المرأة الأولى عادة في كل القضايا البسيطة أو الغير البسيطة تحدث هنا كيف يقول بسيطة قضايا بسيطة جدا أنت مواطنين أن المحامي يقدر ما يكونش مستعد لأن كثير من المحامين وهذه للأمانة تفاجئوا ببرمجة الجلسة يعني مهم جدا أن كثير من المحامين يقولوا بأن بين الإحالة بين أمر الإحالة يصدروا قاضي التحقيق وجدولة الجلسة من طرف النيابة لأن النيابة قاضية تحقيق يحيل الملف إلى النيابة النيابة تقوم بجدولة الملف بتاريخ معين لأنها هي المسؤولة عن الجدولة يقولوا كثير من المحامين أنه بين الإحالة والجدولة مسافة أيام فقط يعني إحنا ما كنا ننتظر أن هذا الملف سيعرض وأننا سنحضر له كما يجب لأنه من باب أن المحامي عنده مسؤولية لما يتكفل ويقبل أنه يدافع على متهم لابد أن يتحمل مسؤوليته وأنت تتحدثت عن هذه النقطة أتوقف عندها أردت نقاشها بعد قليل لكن ما دم تحدثت عن هيئة الدفاع هيئة الدفاع عندما تدافع وهذا السؤال ربما الذي يطرحه ويريد إلى الدهن عندما يدافع المحامي على شخصيات مماثلة لابد أن نفرق أنه لا يعني أنه يتبنى مقام به أو كيف يمكن لا هذه قناعات شخصية قناعات شخصية وربما قناعات مهنية يعني كل محامي يعني حر في قبول ملف من رفضه يعني هذه موجودة حقيقة مرتبطة بالإنسان كل إنسان كيفاش له كل إنسان طبعا وقناعاته الآن كي يقول لك مسؤولية يعني الآن أنت أمام عقوبات كبيرة ما كفيش أنك تكون حضورة المحامي شكلي يعني دولة القانون اللي نتحثوا عليها ربما أو لم يفهاش دورة المحامي مهيش دولة القانون يعني هذه حقيقة خيلي المجتمعات المتحضرة المحامي عنده دور كبير فيها كبير جدا بدليل أن كل رؤساء العالم أو نسبة كبيرة منهم من المحامين يعني أمريكا فرنسا نعطي كثير من الشخصيات التاريخية كلها محامين هذا جل مجال بش نحكيه نيسل المانديلا كان محامي المحات ماغاندي كان محامي بي كلينطون كان محامي قيد سبسي تعتونز كان محامي هذه كلها حقيقة يعني يعني أنا لا أزيد من قيمة هذا الرجل والله من هذه المهنة ولكنها حقيقة ماهيش جاي من عبث ما جاتش هكذا بمجاملة ولا جات لي أنه المحامي ربما عنده تكوين خاص أو شيء من آخر أبدا إدراك لذكاء ولخبرة ولقوة وشخصية ولكثم الإلمان بالقانون واحتكاك بالمواطن البسيط واحتكاك بتتعافي بأن المحامي يدخلوا إلى المكتب تهو الفقير والغني رجل المال والعسكري والجيني الجنرال وكل الفئة المجتمع هذا المحامي في الحقيقة يتحول مع الوقت إلى عالم نفس وعالم اجتماع وعالم قانون ويتحول إلى كل ما يمكن تخيله لذلك نقول لك أنه مسؤولية كبيرة وهذا المحامي الذي يدافع اليوم على هؤلاء ونقول دائما متهمين في نظر مثلا العامة الشاب يخيل له وكأنه يدافع عن من قام بالفضل نعم نعم حتى هذا حتى هذا الذي ينتقد إذا وقع هو في ورطة سيطلب المحامي هذه حتى نريد المحامي لأنفسنا ونمنعه على غيرنا كما الطبيب يعني نعطيك شيء الطبيب لما يجيه إرهابي في إطار رسمي طبعا يجيبه مصالح الأمن إرهابي مجروح أو يعاني من مرض هذا الطبيب ما يقدش يقوله ما نلقه وعالج الإرهابي المهنتاه هي مهنة إنسانية عالمية يعني يعالج دون معرفة الجنس أو الجنسية أو العمر أو المرض أنت تتعامل معه مريض وانتهى الأمر الباقي ما يخصكش الباقي عنده جهات أخرى تتعامل معه هذا إرهابي تداويه وحنا جهة أمنية وقضائية هذا الأمر خاطيك ما تدخلش في هذه إرهابي منعجوش إذن نفس الشيء هنا يقولك قاناعة شخصية المحامي يقولك هذا متهم وعنده الحق لأن المحامي في حقيقة الأمر وش يدير المحامي هو رجل يعرف إجراءات القانون المحامي مش رح يجي باش يقول هذا الإنسان سرق أو لا ما سرقش المحامي رح يجي يحكم من باب إجراءات قانونية هل كان إجراءات قانونية محترمة أم لا هل الشيء يقام به هؤلاء الوزراء وهؤلاء المتهم هل هو في نظر القانون سليم أم غير سليم إذا كان سليم يعطيهم القوانين قال هذا الإنسان تصرف كما يجب يقول المحامي أكم تتهموا في الموكل تتعي بالرشوة أعطوني لأن الرشوة الآن لازم يكون كائن مبلغ محدد ومعلوم ويكون مبلغ مصور مثلا ويكون كائن نراشي ومرتشي إذا المحامي يدافع يقول أنا المتهم تتهموا بالرشوة أعطوني ما يدع عليها الرشوة وما يطلب الرشوة وعطوني المبلغ الرشوة وما هو هكذا المحامي المحامي لا يترك توزيع التهم هكذا على الأشخاص بدون قانون لذلك يتطلب الأمر أن تكون مصالح الأمن عندها تكوين قوي جدا لما تحضر ملف مصالح الأمن هذا الملف لازم يكون مخدوم بشكل احترافي باش هذا المتهم لما يروح لمحكمة ما يستفيش من هذه الثغرات لازم يكون كائن تكوين بخصوص كل التهم مش يتجيب إنسان وتكثره التهم وتقنع الناس بأنه يدار هذه الأمور وتبعثها إلى المحكمة وفيما بعد يستفيد من البراءة ليس لأن القاضي تواطئ أو أعطاه البراءة لأن الملف هذا موش مخدوم أتحدث عن بعض الملفات طبعا نفس الشيء بالنسبة لقاضي التحقيق لما يحقق في الملف لابد في نهاية الأمر وفي الإحالة لابد أن يشوف أنه التهم الثابتة واللي العنصر تحقيقها متوفرة يشوف بأنه هذا الإنسان ما يستهش تهم هذه الحياله لأنه قاضي التحقيق كما يزيد التهم ينحي تهم مش فقط الشارجي يعني هذه صلاحياته إذن الآن قاضي التحقيق لما يحيل الملف لازم يحيله بشكل احترافي أيضا بمعنى كل إنسان يدلوا التهم بكل عناصرها الحقيقية لما يوصل أمام القاضي ملف حقيقة فيه كما يجب من طرف مصالح الأمن طبقا لقانون إجراءات الجزائية وطبقا لقانون الفساد وربما قوانين أخرى من بعد يروع عن قاضي تحقيق الخدمة مخدمة بشكل مكتمل يعود يدير نفس العمل توصل أمام القاضي يعني راح يكون العمل بسيط لأن كل شيء تم إنجازه الآن يبقى دور المحامين في الدفاع عن هؤلاء المتهمين راح تبدأ ربما في بداية المحاكمة عملية نقاش بين المحامين والقاضي طبعا الجو راح يكون على ما أظن في بداية الأمر قبل ما تم طالق المحاكمة راح يكون فيه باب أخذ ورد وكيف يكون ترطيب الهيئة الدفاع بسيطة المتهمين عادة أن يكون أحيانا بناء على الرغبة يعني يديروا قائمة بناء على رغبة كل المحامي أو يروح وكيف يفضل ويبقى في الأخير وعادة يعني من تقاليد مهنة المحامات أنه قدام المحامين يرفعوا في الأخير لأنهم ربما راح يمدون مسح شامل لكل الملف وطبعا كل المحامي يراه يدافع الموكلة كما يجب أيضا هذه مناسبة أيضا لحضور كثير من المحامين من الشباب طبعا لأنهم من حظهم أنهم يحضروا هذه المحاكمات التي ستدون ربما في تاريخهم في تاريخ أنت تحفظت بين قولستين في فترة معينة أن ننصفها بالمحاكمة التاريخية أبدا أبدا فيما تعتبر محاكمة تاريخية أنا قلت هذه محاكمة عادية لأن القاضي قاضي واحد يحاكم مستهلك المخدرات أليس التاريخية بالنظر إلى الوضع السياسي والثقة للأسماء المتواجدة تحدث عن تقريبا ما يقارب الحكومة أنت حبيتي هؤلاء المتهمين دخلهم للتاريخ المحاكمة لا هؤلاء يركضهم التاريخ هؤلاء سيدكرهم التاريخ كل إنسان يarl homework كان إنسان يذكر التاريخ بإنجازاته ويموت وتبقى الأنجازاته ويبقى أسمه يعني مدى العمر مدى التاريخ يعني الآن نتحدثوا على على التاريخ عمرا 14 قرن ونتحدث عن أشخاص ماتوا منذ 100 و100 سنة ذاتحدث عن كث 이ение الأمور كل إنسان يحب يتذكرون التاريخ إذا لا أناger حبيت تذكرك التاريخ بشيء جميلة وحبيت تذكرك التاريخ بأنك حطمت اقتصاد ودرت جرائم ولكن عبثت بالبلد فسادا طيلت عشرات السنين وأنا قلت شيء أربما خارج إطار القانون عندي أكثر من مرة قلت وقلت خطأ هؤلاء المسؤولين في الجزائر أنه لما يشيروا تذكرة الذهاب لا يشيروا تذكرة العودة يدخلوا ما يعرفوا شيء يخرجوا يعني يبقى تخيني أنت واحد خمسة وعشرين سنة هو ما زال في المسؤولية وزير أول يروح شهر عشان يريه عاود يرجع وزير أول مبادره كل ما يعطوله عاود يرجع يعني وكأنه عنده عصة سحرية هذا الشخص يعني مع كل الرؤساء الرئيس يجيه يجيبه يقوله رواح خلاص بشرف مع الرئيس اللي هو وش بخاك مع الثاني يا سيدي أعرف تقول لا هاي النهاية للإنسان اللي ما يحجز تذكرة العودة يعني هذا والخطأ تحهم يعني أنا قلت مديت أمثلة لكثير من الأشخاص تقلدوا مناصب وزير أول في كل العالم ونديه دائما المثال القريب لينا فرنسا الاستعمارية الوزير الأول تحفتها معينة يشتغل فترة بعد خلاص ينتهي أمره شوفي غير مع أبناءه شوفيه مع يدير في الرياضة شوفيه إحنا أبدا يروح يريح في الضار ومبادر يرجع لك باش يحكم الحكومة الجديدة ومبعد يقيلوه لأنه ما منجحش علش الإقالة ومقيلوه لك وزير لك منجحش وبعد الأربع شهور عاود يرجعه ماشي هذا هو اللي يدرت له إقالعة وترجعتوه وكأنه مكتوب يعني مكتوب الجزائريين هؤلاء الأشخاص مكتوبين علينا هؤلاء الأشخاص طيلة حكمهم غطاوا الكثير من الكفاءات غطاوا عليها كي الناس كانت في هذاك الوقت وفي أوقات أخرى كانوا قادرين يديروا المسؤولية وينجزون للعجب في الجزائر ولكن هؤلاء الأشخاص غطاوا عليهم ما خلاهمش يديروا فرصتهم يعني كي تشوفي أحمد أو يحيا هذا الإنسان هذا المفروض المحيطة ويقول له له خلاص هما يعطوا له سيحمد ويقول له سيحمد رك خدمت فتراتين وفترات كوزير الأول خلاص خليه شخص آخر أبدا يكون يشوفوا واحد أخر فيه مكان هم يموتوا ما يحبوش لازم هما ليبقوا هذه اللعنة الكرسي التي تشحى من اللعنة الكرسي إلى اللعنة القفص الآن يعني لم يحبش يخلي الكرسي يروح للقفص والقفص أيضا باش نقول لك ربما ما فيهش كراسي حتى إذا فيه كراسي ربما ما فيهش نفس الكراسي التي كانوا يجلسون عليها طيلة عشر أو عشرين أو خمسة وعشرين سنة الآن الأمر مختلف هم أيضا المسؤولون هذو قلت قبل قليل بأن المواطن يشوف في أوجه هؤلاء المسؤولين ويغيس دقائق ويغيس دقائق يحب يعفلهم حقيقة هذو هما الموقفين أمامه هل هذو اللي كانوا يشوفهم في أجهزة التليفزيون ولي كانوا يفرشونهم البساط الأحمر هل هذو اللي كانوا دارين بهم ألاف المنافقين اللي كانوا دارين بهذا المسؤولين ألاف المنافقين اللي كانوا يقولوا له سيحمد وسي عبد المالك وليما يشوفوهم يتلعثامون ما يقدروا شيئا حضروا ألاف المنافقين اللي الآن أراهم محبوسين وحدهم كما الآن المشهد كأنه كما الموت يعني كون الناس يا محيطة بك نهار تموت ترح وحدك هذا هو نفس الوضع الآن يعني سنوات الهيلمان يعني الحراسة المقربة والأشخاص تلك الأحزاب اللي دارين بيك والمسؤولي دارين بيك وكل الأشخاص اللي ربما خلقين لك جو ويحسوك فيهم بأنك أنت أشبه بالفرعون أنت الأمر ناهي أنت اللي تدير كل شي أنت اللي تغير الاقتصاد بيرنت هاتف وتغير الاقتصاد بأي أمر تقدمونها ليس فقط اقتصاد ولكن مصير كل الأشخاص مصير كل الشعب بيدك بيد شخص واحد خيري مصير كل شعب بيد واحد فيما بعد نقول لك بأن شكول الضحية هل هو المسؤول أم هذا المصنع السيارات شكول فيهم الضحية شكول اللي نصبع للآخر هل المسؤول هو من استدعى هذا المصنع هل المصنع هو الذي دار خطوات باش يوصل لهذا المسؤول كيفاش يوصل له طريقة هل هناك وسيط أنا متأكد باللي هذا الملفات ما فيهاش فقط وزير أول ومصنع كان عشرات الأشخاص اختفوا اللي كانوا استفادوا أيضا واختفوا أنا مستحين نشوف باللي رجل أعمال يقدر يتصل بالوزير الأول دون وساطة أو ربما دون لقاءات أو ربما دون ما يكونوا كان أشخاص في الوسط يرتبوا أمور ويديوا منافع لا أنت تشوفي بأنه مركب السيارات يدفع أموال للوزير الأول ووزير الأول سهلوا الأمور هكذا أبدا إطلاقا لا يمكن أن تتصور هذا الأمر بهذا الشكل لأن أنا في كل مرة أليح بأن الإفلاث من العقاب سيجعل من الأشخاص الذين عقبوا عقبوا ضحايا يعني عندك عملية فيها ألف واحد مجرم تعقبي لي ربعا وتخلي لي الباقي أنا أعتبر بأن الأمر كأنه لم يغير في الأمر شيئا ولو أنه لا يمكن أن نصل إلى 100% عدام يا سيدتي بدينا حملة مكافحة الفساد كما يقولها المواطن البسيط يقول كفدنا المنجل في بعض المناطق وعند بعض الأشخاص المنجل هذا لم يفعل أي شيء لا قوسا عندما يكون الأمر اختياري وعمدا يمكن أن نتحدث لكن عندما تكون هناك أمور أخفية كذلك ولم يصل إليها التحقيق في الأمر لا أنا بديت من منطلق أنه قتلك وأنا عمدت وأنني نقول لك بأنه هذا سيحمده وسيحمد مالكه وباقي الوزراء أين هي الحاشة؟ كانوا ألاف هذه حاشية كبيرة أنت تشوفي لا تحدث عن زيارات رسمية أنت تعرفي بأنه يعني وين يمشي يحبوا يعرفوها يعني هذا أيضا من ما سوء الشعب الجزائري أو بعض الجزائريين يصنعون من الفرد فرعون يعني هو جيف المسؤولية ما يخلوهش يتعامل عادي جدا يبدأ كل ما يحسوه بأنه مسؤول بأنه يقدر يغير كل العالم وهذه الحياة النفسية تؤثر طبعا يعامله مؤامر خاص يديروها شوف يديروها مع رئيس فرقة عدرك وطني يديروها مع مدير مؤسسة يديروها مع وزير يديروها مع كل شيء هذا يسلوك خاطئ جاي يخدم خدمته خليه يخدم خدمته بالقانون حتى أنت لما تروح تطلب حقك بالقانون خليك من الوسطات ما تحبش تعرفوه وما تحبش تديرو الهدايا سيدي كاي الناس مسؤولين طيلة السنة يديروها في الهدايا بلو المصلحة يديرو الهدايا هكذا بهني مترخصخة أنه هكذا يجب أن يتعامل مع المسؤول وما تديروه المسؤول أنتم من صنعتم هذا الفرعون هذا الإنسان الذي يصل لهذا الهيلمان وهذا الفكر بأنه يتحكم في كل شيء أنتم من وصلته للشيء هذا خلوه يمارس وظيفته ولكن أيضا قتلك قبل قليل بأنه على المسؤول هذا أنه لما يدخل يخير وقت خروجه خير خروج آمل لنفسك يعني بعد سنتين في السنوات خلاص درت مهمة للدولة الجزائرية ولشعبك ولنفسك وتجربت أنت مجحك خلي غيرك يعني تدخيلي أنت مثلا واحد مستمر في منظومة الحكم لمدة خمسة وعشرين خليه أنت تحدد منذ المعلومات حول ما كنت تشير إلي سيدي طبعا كرتل عندنا مثلا شخصية أحمد ويحيا تقلد منصب وزير أول ما بين 15 من قوت 2017 لغاية مارس 2019 فيما سبق كما أشرت رئيس الحكمة بين الثمن سنة 1995 و 1998 وبين 2003 و 2006 و 2008 يعني ليزاد كين ليزاد ليزاد يوم ميلاده كان أحمد ويحيا وزير أول الآن يعني أنت تحدثي على 1995 من 1995 نعم يعني قريب حوالي 30 سنة أنا حين 30 سنة بترقى حسابية تصل يعني هذا ليزاد كل إصاب ويحيا الآن كبر قرار كدائي ودير كل إجراءات وتزوج وراء عنده الأولاد وما زاله صاب أحمد ويحيا وزير أول كيفش حبيتي الإنسان هذا الشاب كيفش نبعته في نفسه الأمل كيفش يقتنع بأنه الجزائر هذه أنت تعرفي بأنه كل شعوب وكل إنسان يحب تجديد في حياته في كل شيء يعني في لباسه في علاقاته في كثم الأمور يحب تجديد وهي طبع إنساني كيفش في مصير كما هذا مصير بلد يعني هذا الشاب ربما صاب الأبتعو الأبتعو يعرف أحمد ويحيا كوزير أول يجي حتى هو بعد ما يتزوج يزيد وليده يزيد عنده وليده يزيد نفس الشخص وزير أول يعني حبيتنا عرف أنا فقط هل هذه المناصب أبدية هل لما نصبه إنسان ندير له تعاهد باللي خلاص تبقى أمتى تروح تريح وتعاوى وترجع عنا هذه الأشياء لابد من حديث عليها ربما ما جاءتش فرصة نتحدث عليها ولكن نستغلوا هذه المناسبة هذه المحاكمة ولتحدثوا على هذه الأمور قلنا باللي ليس فقط أنا مثلا لو كنت خدم فترة أو فترتين كان ممكن الآن ما هوش مسجون لو عايش حياته طبيعي الآن لو كان نسحب وأنت إذا أشرت يعني منذ قليل فكرة يعني فتدخلك مع زمي ترق مغنم أشرت أن هناك فرق ما بين شخص يتقلض منصب لمدة معينة وعن كل مطالة المدة كل ما يعني أخطأ أكثر تقول لك العلاقات كل مطلين المدة يزيد في فرعونيته هذه وتتشعب العلاقات طبعا واحد الذي يديره فيه الآن سمعنا مؤخرا في حركة القضاء أنه تغيير القضاء لكي لا يديروا علاقات يقول لك بعد مدة معينة لا تخليش يدير العلاقات يروح للمحكمة أخرى ولماذا الوزير الأول يريح 25 سنة هو في منظمة الحكم أو قريبا ثلاثين سنة من ناحية سياسية ربما في الدستور لا أدى إذا كان هناك يعني فرصة للتغيير أو الحديث خاصة نعم خاصة إذا شوفي إذا جبنا وزير أول سوبرمان ودرنا النتيجة ممكن خلوه لأنه النتيجة بينها هذا الإنسان ناجح يعني نشوفه خلاص ولكن هذا الإنسان كل فترة يجرنا إلى مآسي ونقيلوه يعني هو يقال هو لم يمارس وظيفة الوزير الأول باستمرار هو يقال لفترة معينة ويروح يريح أشهر أو سنة ويعود يرجع أسباب الإقالة بين ولماذا نرجعه أنا أنا أصلا أقلت في ظرف معينة خلقة أزمة في البلاد أزمة اقتصادية سوى التسيير كذا وكذا أقيلو بس العاوش نعاود نرجعه هذا ما هوش شخص لقدر إنجازات كبيرة جدا للبلد وللشعب ثم بعد ذلك نعاود نرجعه باش يحكم منظومة الحكم باش يعاود يسجمها لأن الجهر غير وفسدها يعاود يسجمها أبدا خلاص المهم كل لازم المرة الأولى اللي يروح لها مازيش يرجع لأن الجزائر فيها والأمر يقاصل ليس فقط على أحمد ويحي على شخصية كثيرة طبعا على وزراء على مدارة والكاذي ثرا هي واقعة أراهي مازالت للآن يعني تدخيلي أنت تدخيلي الآن وأنا نقول هكي الآن بصراحة تدخيلي انتيابلي مشكلة الجزائر الآن هي هؤلاء الأشخاص فقط يعني مقتنع انتيابلي مشكلة الجزائر هؤلاء الأشخاص هذو ما فقط نفذ دول اقتصاد على الجزائر هي في الدوائر الصغيرة نتحدث عن البلد نعم نعم هذه الحقيقة نعم هذه الحقيقة لن نكذبوش عاروح لا ونديرو وروحنا بالشعب دار إنجاز كبير بيت حراك نعمل حراك إنجاز كبير ولكن الأكذوبة كبيرة أننا نعتقد بأن هؤلاء الأشخاص فقط هم سبب مآسي الجزائريين أبدا إطلاقا لا يمكن أن تخيل لأن مآسي الجزائريين عمرها ماشي سنة عشر سنوات ولا عشرين سنة عمرها كثير جدا سوء تسير في الجزائر متجذر منذ الاستقلال وهذه حقيقة أيضا أحيانا هناك من اشتغل بحسنية وأخطأ والله غالب هذك وش قدر يدير كان مسؤولين شرفاء وخدموا ولكن الكفاءات خصهم كان مسؤولين عندهم الكفاءة ولكن سوء ربما النظرة وسوء الرؤية لطبيعة الأشياء ما عرفوا ش سيروا أيضا مشكورين ولكن الذين أسأل الجزائر هم الذين عمدوا عمدوا أنهم ربما يجروا لا تحدث فقط عن اقتصاد ولكن حتى منظومة الأخلاق في الجزائر في السنوها يعني نحن نبكي ونتحصل عن مال ضاع لهو مال الجزائريين نتيجة كذا وكذا وكذا نتيجة خزينة العالمية خسرت كذا وكذا ولكن لا أحد يمكنه أن يتأسس لضياع منظومة الأخلاق في الجزائر الأمر رهيب جدا وأنا أتحدث طبعا وكل المشاهدين وفقوني الرأي أن المال ممكن نتدركوه سنوات نتدركوه ولكن مشكلة الأخلاق كبيرة جدا يعني خرجي إلى الشارع شوفي كل يوم نقرأ خبر قتل مرأة كبيرة صغيرة رجل قتل زوج توت أبي قتل ابن ابن قتل أهل الأبتاع وراحت منظومة الخلاق هذي ماذا يرجحها هذي لازمها قضية في المحكمة هذي لازمها محاكمة هذي لازم نديرهم قضية تقول أن فزيته الجزائريين يعني الأمر مآسي كبير جدا يعني لو نفتح كل كل مآسي اللي عشناها في العشرين سنة هذه ستظهر بأنها ربما أقصى درجات الفساد لعشها الجزائريين لعشها منذ الاستقلال يعني أصبح الفساد في السنوات الماضية يعني في الأعراس في المقاهي ولا هذو الحديث على الجزائريين ما ولش كين حديث آخر يعني ما كين حديث كان أجيال يحكي لي أمس أحد الوزاري يقول إحنا في جنة كنا نحكي على أغاني نحكي على شعر خرج في بلد معين نحكي على كثم الأمور يعني كانوا عاشين الحياة للإنسان يزيد يزيد باشي عيش ولينا نحكي وخلاونا نعيش في الجو نحكي وغير الفساد حتى الأطفال الصغار في المدارس تالابتداء ولو أيضا دخلوا في هذا الجو إذن هؤلاء أفسدوا البلاد والعباد أفسدوا الاقتصاد وأفسدوا الأخلاق وأفسدوا كل شي أفسدوا المعاملات أفسدوا وللإنسان لكل ما يدفعش رشو ما يقضيش صالحة تعوب وللإنسان لكل ما يدفعش رشو ما يرتاحش هل تخاف سيد كرتل الآن أن ندخل في دينية أخرى كذلك وهي الشك الذي سيرافقنا المتطوئة نحن فيها الآن ولن نخرج نعم نحن فيها الآن الآن كل جزائري خاف من جزائري الآن كل جزائري يتحفظ في الحديث في الهاتف مع الجزائري يقول لك نخاف يسجلني ولا كين مش الكبير المسؤول أيضا ولا ما يهدرش مع المواطن البسيط ولا لما يستقبل المواطن يجيب معه واحد شاهد لأنه يخاف المواطن يروح يدير شكوه بهذا المسؤول وصبحنا في وتوسعت حتى الآن هذا الشخ ما بين المواطنين وبين المسؤول هذه إفرازات إفرازات سنوات الفساد المرض يلتج دائما إفرازات هذا هو هذه الإفرازات العادية الآن المطلوب وربما بعض الناس ما يعجبون ما الحال المطلوب أن يوهد السيف وعندما أقول السيف أتحدث عن سلطة القانون يا سيدي كل الناس متفقين هل يمكن أن نحكم بأن هذه المحاكمة من بين بوادر وجود هذا السيف طبعا هذه حقيقة من ينكر هذا الأمر هو شخص عنده غاية معينة اسمعنا بلي ما هو في السجن شاحنة داخلها خارج للحبس ويقول ما هو مش مسجونين اسمعنا بلي رقم في غرف في آي بي هذا والشكل لدي في آي بي سيدي وقوله سهلا أنا أي واحد يقول لي في آي بي ندهشوا الـ VIP كيف يدير أنا ندهل السجن ندخلوا يزور السجن هذا ونديروا إجراءات قال السيدي يفتحوا السجن هذا لبعض المواطنيين نقدم الطالب يفتحوا لبعض المواطنيين يشوفوا هذا السجن في آي بي كيف يدير يعني السجن يتعارف المقولة سجن سجن ولو كان من ذهب شكوا ربما في سجنهم سكموا في متابعتهم القضائية شكوا في خروجهم للمحكمة المستمر يعني تعرفي الخروج من السجن إلى المحكمة والرجوع هو في حداته معاناة صدقيني معاناة في شاحنة في أوت وفي أشهر الصيف والآن يعني ما هوش رايح في غرفة مؤثثة ورايح في سرير ورايح في شاحنة حديدية وهو أيضا هو شكون هذا المسؤول لكل كفاش كان عايش يمشي بالسيارات المصفحة والحراسة الآن يروح في الشاحنة هذه أيضا عقوبة في حقيقة الأمر وهذه أيضا ما قدرش نقول لك ولكن أنا بالنسبة لي هي إهانة لهذا الشخص أيضا يعني وين كون توراك الآن هذه كلها عقوبات قبل ما ينال العقوبة التي قررها القانون سنفصل في العقوبة طبعا هذه كلها عقوبات الآن موجودة أيضا نذكر أنه في مدة الحبس التي مضاها هؤلاء المسؤولين تحسب طبعا في العقوبة عندما يحكم عليه إذا الآن عندنا ستشهر مضاو ستة أشهر في الحبس المؤقت رح تحسب في حالة إصدار العقوبة بالإدانة وفي حالة إصدار العقوبة بالنسبة لقانون الفساد أنتم كقانونيين أوضحتم في العديد من المنسبات بأنه مجحف مجحف ليس في حق المتهم لكن مجحف في حق المتضرر طبعا هذا كلام المواطن البسيط هذا كلام هي جنحة حتى الآن نعم كلام يسموها جنحة مشددة جنحة مشددة واشمع أنت جنحة مشددة بمعنى أن العقوبة لما تكون توصل إلى عسر سنوات مثلا يقول لك عقوبة هذا العقوبة ما كانش في الجنح كان في الجنيات العقوبة هذه ولكن يسيدي هذا الأمر يتعلق بمال عام يتعلق بمال عام يتجاوز ألف الملايير تتعلق بخيانة أمانة نعم نعم أنت أضرب نعم في الوقت الذي يطلبون من الجزائرين يتقشفون تتصرف في أموال يعني كأن الجزائر هذه فيها دولة داخل دولة كان دولة صغيرة عايشين فيها ناس وكانت دولة الكبيرة العايشين فيها عامة الناس هذا هو التصور الذي يجي ونقول لك لماذا العشر سنوات قليلة ولماذا العشرين سنة قليلة ليس فقط هؤلاء الأشخاص حتى للذين لا زالوا لما يمارسوا المسؤولية لما يسمع بأنه قانون الفساد يعاقب الإعدام على سرقة دينار والله ألف دينار هذا المسؤول أولا يهرب من المسؤولية يقول المسؤولية جهة غير إنسان نظيف الإنسان اللي جاي المسؤولية باش يدير بها وضعية لنفسه لولاده والمرت ومن بعد نحكي على هذا الموضوع رجاء بأنه كان شيء مهم جدا في كل هذه الملفات أنه مرتبطة بزوجاتهم وبأبنائهم يعني باش نعرف مش كل يدى لأخوة للحبس هل الزوجة لجرة رجلها المسؤول يدروح للحبس لأنها تقول لولادك لازم تدير لهم مستقبلهم مستقبلهم بلله هذا المسؤول وحده من تقراء من تلقاء نفسه جري كثير من المتهمين مسؤولين راح موجودين متابعين في الملفات مع ولادهم ونساهم إذن أصبح فساد عائلي حبينا نعرفه فقط وأنا هذا السؤال طرحته أكثر من مرة لنفسي يعني ما هو صدفة أن تلقاي كل هذا المسؤولين أنه يجر معه أبنائه ويجر زوجته السؤال المطرح ويجر الآخر يعني كاي اللي قلت الزوجة هي اللي جرت المسؤول هذا يجي للدار تقولوا أنت مسؤول وهذا الفرصة ما زدعه وتشجيك ديرت المستقبل لولادك وغضوة تخرج من المسؤولية ما تلقى ولو لأن الدولة هذه ما فيها شي الخير تخرج من المسؤولية ينساوك يجيبوا لك سرفيس تعمى يعطيه لك هدية يكثر خيرك خدمتنا وخلاص وروح لدارك تريح تقاعد عندك هذك ثلاثين أربعين في دينات عش بها تقوله غيره وهو يفكر في الفكرة في المكتب وقولك حقيقة تنصح لازم تدرسه فيما بعد أيضا تحطوه وهل كان هذا هو سؤال وبمحطة المواطن البسيط يطرحو هل كان بالفعل هؤلاء المسؤولين أو منظومة رواتب المسؤولين مسؤولين تجعلهم يرغبون في أموان أكثر يعني المعروف أنه رواتبهم يعني تكفي وتزيد لا أبدا لازم تعافي رواتب المسؤولين في الجزائر ما نكذبوش على أنفسنا وما نزيدوش عليهم ما نكذبوش المواطن حتى بالنسبة لمنصب وزير لا ووظيفه رئيس البلدية يخلص حوالي 60 دينار اسمحي لي يخلص حوالي 60 دينار رئيس بلدية في الجزائر وقيسي عليه هذا يخلص 60 دينار مع أنت الأستاذ الجامعي يخلص خير رئيس البلدية يخلص ضعف رئيس البلدية لا يستحق الأستاذ الجامعي لا يستحق الأستاذ الجامعي يخلص ضعف رئيس البلدية الأستاذ الجامعي لا يؤهد له بمال أو بسلطة أو بإمضاءات رئيس البلدية يؤهد له ما يحتاج حماية أكثر؟ لكننا نمرر بذلك ما يحتاج حماية أكثر؟ المسؤول ليحتاج حماية من الإغراءات لن يأتي صاحب المال يغريه يقولوا مضيلي مشروع ونعطيك لأنه بالإمضاء يدخل درام فاهمت الفكرة كيف أجديرها؟ إذن هذا المسؤول يجب أن تحصنه من الإغراءات كيف تحصنه؟ يعني أتحدث هنا عن كلا من الوظائف لأنه متأكد بلي الدخل تحملوا كنسي مع الناس وديروا كاش نهار وش حال يخلص كل إطار في الجزائر ولا غير ستوفجأين لا أتحدث فقط أنه هذا مبرر أبداً ولكن نقول لك بليب يفهموش الناس يقولك يخلصوا مليح ويزدوا يسرقوا أبداً إطلاقاً ولكن كي نصلوا إلى حجم قضايا بحجم مصانع السيارات الأمر لم يعد يتعلق بمليار سنتيم أو ثلاثة الأمر راح يدخل في أرقام فلاكية في أرقام المسؤول هذا ربما يحب يتهرب أنه ما يديرش بأسمه مشاريع يدخل أبنائه ويستعمل سلطة أو نفوثة أو يقولوا أنه نبعت الكوليدي أنه نبعت الكوليدي وعنده شركة مسكين ما يخدمش عاونه يعاونه مسكين ويصبح المنافسة الشريفة بين المؤسسات ويخدم المسؤولين مؤسساتهم تخدم وعندها مشاريع في كل مكان ويدخلوا في يعني شو في طريق سريع كهرباء في كل شيء ما خلوا حتى حجابك القفلة القفلة يخدمونهما يخدمون لك الصباط والسرول ويخدمون لك الفيستا والقميس ويخدمون لك القفلة منتدير شركة ما تخدموا له في مشاريع البناء يخدمون كلش يديروا كلش يعني ما خلوا ما خلوش مجال وارتصلنا بأعبال فيديو الآن من داخل القاعة يمكنوا كذلك التعليق عليها في هذه اللحظة القاعة مقتضة تماما لاحظوا أن أغلبهم من المحامين هكذا سيد كرت هكذا قلت لك هكذا قلت لك يعني من خلال الملابس يعني محامين المتأسسين في القضية زي المحامين اللي ربما يحبوا يحضروا هذا النوع من المحاكمات راح يغلق القاعة عن آخرها يعني ما يكونش مجال وهنا أيضا ليس من حق غير المحامين أنهم يحتجوا لأن هذا يبقى هذا واذا تكفي لا يمكن أن يضاف إليها أشخاص آخرين وهذه حقيقة أيضا الأولوية للمحامين طبعا لكن البعض سيتساءل من فإذا من القول أنها علنية إن لم يحضر أي طرف مدني لو فتحتي ملعب خمسة جويلية ما يكفيش تأكد تفتحي ملعب خمسة جويلية ودي للمحاكمة والله لن يكفي يعني عدد الفضليين لكن ما هي نجاعة العنانية العنانية نص قانوني نص قانوني نص قانوني لأن العنانية الهدف منها الهدف منها هو إضفاء الشفافية على المحاكمة بمعنى أن انتها غدوة تحبي تروحي إلى أي محكمة تدخلي تأخذي مكان وتتبعي وشيسا الباب مفتوح قاعد عقال الجلسات أي شخص يدخل يشوف أولي للعبرة باش الناس يشوفوا ثانيا باش كل شي تمشي شفافية ماشي بسرية ماشي عارفوا الناس وشوقها حتى الناس يقدروا يصدروا حكمهم يعني الناس الآن يعتدوا المحاكم بالخبرة يتهم يعرفوا لما يشوفوا مناقشة بين قاضي وبين متهم ومرافعات عن محامين يعرفوا هذا المتهم هل يستفيد من البراء من الإدانة يعني العلانية هذا والهدف منها وإضفاء الشفافية على المحاكمات أكيد واصل فكرتك وأستسمحك سيدة كروتل على المقادعة منذ قليل كنا نتحدث عن قضايا الفساد نتحدث عن المشاريع نتحدث الآن نفتح ملف اليوم العديد من المشاريع التي تكلمت عنها وكانت لأبناء مسؤولين بعدما نتحدث عن تركيب السيارات تركيب السيارات لابد أنه يدر الكثير من الأموال حتى يدخل فيها هؤلاء نتحدث عن سبع وزراء من بينهم وزيرين بمنصب يعني وزيرين أولين الآن لكن أكثرهم على الإطلاق هم الوزراء الذين تداولوا على وزارة الصناعة هذه هي حصة الأسد لوزارة الصناعة لدينا ثلاث يعني وزيرين ثلاث وزارة نعم من وزارة الصناعة وحدها الآن هل سيضعنا هذا الموقف في شك أو في تخوف من أنه يكون لدينا مصانع تركيب السيارات في الجزائر يعني الآن لن يقترب هو مستقبل نشرحك الأمر أولا هو بدل الأمر كنا نعرفه بأن سيارة الجزائري كانت تأتي من الخارج كانت تستورد حتى الاستيراد بين قوسل يخدموننا ما عندنا حل ما كاش عندنا حل نحن كل شي نجي نديروها على وجهه باش نحو مشكلة نطعو في مشكلة يعني مكتوبنا هاقدة يعني كنا نجيبه السيارات نستوردوها كل جزائري يستورد السيارة اللي يحب الآن مثلا هل خلت مبدأ الاستيراد من الفساد أبدل الاستيراد أبدل مش ممكن تتلعب السعر إلا بشيء بسيء بسيء جدا ممكن تشريها بسعر معين ومعد عندك رقابة الجمارك لما تتلعب السعر الجمارك يقدروا يعودوا يجمركوها بطريقة وكانت الدخل يعني السيارات تدخل مبالغ كين سيارات تدخل 400-500 مليون جمركها للخزينة سيارة واحدة قلنا تعالى خلينا من الاستيراد نتهنوا من الاستيراد هذا نديروا طريقة قلنا يا مستثميرين أرواحه كين قانون الاستثمار وكين مجال كبير مهم جدا أننا نديروا مصانح السيارات في الجزائر اللي كان عنده حانوت سيبيرة خلاها وجاء دير دار طالب تعمصنع اللي كان عنده مقاولة وعنده شاحنة خلا شاحنة أوجه وجاءوا كلهم راحوا سحبوا دفتر الشروط وسحبوا القوانين وشافوا كل شيء باش يدوروا مركب تسغير السيارات وتعرفي بأنه باش تدير سيارة لازمك تستصل بالأجنبي انت من نجيب سيارات مركب معينة تموري تجعي بابك وبيبك مكاش عنده مركب على سيارات وانت المال اللي عندك ما يكفيش باش تتركب مصنع على سيارات انت نعرفوك وش كنت إذن وشو الحل الحلوة البنوك خلاص البنوك تعب البنوك تعدونا تروح البنوك تعطينا الدرهم والسلطة لتعطينا الترخيص يعني انت من يومك تصبح مصنع سيارات صاحب المركب في كوريا والله في أوروبا أجيال وأجيال ماتت وهي تصمم وهي تخمم وهي تدير في الهندسة وتغيير في شكل السيارات ويتطوروا في المحركات ويدلوا في التكنولوجيا في السيارات وتلقى عندهم شوية تعمال مرفين شوية برك نحن في عام من البنك ابني مصنع من العام يبدأ تخدرهم يبيع فيها غالية على لو تم اشتراء يعني على أصلية على الأصلية يشريها من البرازيل ب7 ألف أورو يبيع حالك هنا بما يعادل 27 ألف أورو يعني حتى يدي الفايدة ما يديوش فايدة قال يبيع مثلا ألف سيارة يدي مثلا 180 يون في الوحدة هاي عنده دجا فايدة هو لا لا هو يكون يصيب مانيش عارف يكون يصيب الفايدة يديها بشكل خرافي يعني ما رحلوش في لماذا لأنه المسؤول اللي اعطالوا هذا الوثيق وضبطه ما خممش على المستهلك ما خممش عليه المستهلك هو آخر همه الهم تعمه هما مشروع بيناتهم يتقاسموه والمستهلك هو الوقود اللي شعلوا به النار المستهلك هذاك واختيار السيارات بالذات نعم اختيار ذاكي نكمل لك ألم بعد لما جاوا يديروا دفتر الشروط كل واحد وعنده شغالاته خدموا بالمقاس بالمقاس كانك تشري بدلات وعند الخياط يقيساك بمقاسك عندك متر وسبعة وثمانين يقيساك خميتر وسبعة وثمانين تلبسها الجيكس واسوى هذا هو دفتر الشروط قال لك حتى أنه دفتر الشروط هذا اللي راهم اللي يجرهم إلى السيجن الآن وكانوا من خطأ هؤلاء الأشخاص أو هؤلاء المتهمين أنه ما درواش في بينهم راح نكملوا عاشين في الفساد ويكملوا هما يتحكموا في الجزائر وهذاك عليهم المال وهذاك عليهم السلطة ويغلقوا علينا هذا هو الشيء اللي ربما كانوا يظنوا فيه يقول لك حتى دفتر الشروط كانوا اجتمع الوزير مع المصنع ويناقشوه نقطة ابنه انحيلي هذه زيلي هذه انحيلي هذه زيلي هذه انحيلي زيلي هذه يقولوا خلاص وربما المصنع وليد دفتر الشروط وده كمقترح بدليل ان المصنعين هذو ولو هما لانهم ارتبطوا مرتبطش بموظفين بوسطعة لذلك التهم المتابعين بها بموجب قانون الفساد متعلقة حتى بعلاقاتهم بمنح امتيازات غير شرعية للغير بتعارض المصالح بيكثم الأمور ولو حتى يقيلون هذا ليس سر يقلون الوالي ويخليه الوالي ليحبوهما اذا الوالي يسعد ويخليه حتى الوالي عرف حجم الفساد اللي كين واللي حتى هو يتصل بالمصنع يقول له باش مينحونيش يخليونيني مريحنا ولا يقولوني حبيت روح بلصة فلانية شوف لي واللي المصنع هذا هو الوالي بيس الوالي مكرر تعال منطقة ولا يتحكم فيها في كل شي حقيقة انه مشغلوا يد عاملة المستقبل هذه المصنع حتى لا ننظر اليها أو يكن مكا حقيقة انشغلوا يد عاملة ولكن هيكو الاختصار الوطني انشغلوا يد عاملة تدي لي أجرتها ألف مليار في الشهر تعليد العاملة بحجم تخلصها بصحراني مندي عشرين ألف مليار للخزينة العمومية اذا وش الفرق بين بكريدك ولا تخلح تدور ولا تخسر هذا الفرق بين الاستيراد وبين تصنيع الصيارة انا مانيش خبير ولكن انا كغيري من المواطنين هذا الامر يهمني لانه تم التلاعب بأموال خزينة العمومية انا املك سهم في هذه الخزينة لذلك تبعت الموضوع الجانب القانوني واضح جدا سواء تمت المحاكمة اليوم او تمت اجيل قضية سيحكمون اجل معاجلا سيحكمون اليوم او بعد اسبوع او قبل الانتخابات او بعد الانتخابات وستظهر فيما بعد الملفات الاخرى التي ستجدون هذه النقطة بالذات انت اشرت انه قبل او بعد الانتخابات سؤالتني كذلك الذي يطرح هو هل سيغير الرئيس يعني بين قوسين رئيس القادم من الجزائر لن يكون له اي دخل في مجرايات المحاكمة اطلاقا لن سيكون خطأا فادحا لا اظن بان من يكون ولو ان رئيس البلاد هو القادي لا اظن بان رئيس الجزائر القادم لن يكون ذكيا بعض الزكاء فقط يقول لك بانك لابد ان تسهر على تطبيق القانون بحذافيره في كل هذه القضايا كرئيس او لو يتعك قال يا وزير العدل يا الوزير الاول عليك ان تتابع كل هذه الملفات بالشكل يومي لان هذا الامر هو اجماع كل الجزائريين احنا ما نش نرضيه في فئة معينة اجماع كل الجزائريين خرجي الى الشرع الان دي الاستفتاء تقولوا انت ضد المحاكمات ام معها كل الجزائريين مع المحاكمات اذا ايضا لابد من منح الحق لصحيبه هؤلاء المسؤولين متورطون في ملفات اثبتت التحقيقات الامنية وتحقيقات الجهات القضائية بانه كان قراء كبيرة ضدهم الان وجب اننا نمكنهم من حقهم ايضا عندهم حق ايضا يدافوا على انفسهم وعندهم حق ينحوا بعض التهم التي يرون انها لا تلي بهذه الملفات يعني التهم اللي ينص عليها قانون الفساد اللي حكينا عليها فيما سبق من مواد من مواد 26-29 وما بعدها الى مواد 52 ومن قانون مكافحة الفساد 0-60-1 وانت تحدث عن التهم من بين التهم موجهة هناك لائحة من بين التهم الموجهة منح انتيازات غير مستحقة ما هو المعيار أو المعايير من اجل تقييم من جهة طبعا من معايير تقييم من جهة ومن جهة أخرى لماذا يتهم المستفيد من تلقيه الامتيازات يمكنني قلك هيا باش تمنح صفقة باش تمنح صفقة باش يديها شخص معين لابد أن يمر على إجراءات لإجراءات هذه شكون دارها دارتها عدة قاونين من بينها قانون السفقات العمومية ويتحدث عليها قانون الفساد لازم تمر على هذه الإجراءات من لجان ما تمرش على شخص واحد المروع لهذه الإجراءات إجراءات هذه لماذا ندارت ندارت في قانون السفقات الذي يعدل فيه أكثر من مرة قانون السفقات باش تقول لي باش نحي وتعواح دير فد التليفون مسؤول يمد مشروع لفولان يقول له واحد تخدم حاك البونت كومون دروح تخدم بعد دروح تخلص بمعنى أنه يقول لي خدم غير مع إنسان واحد وباقي المؤسسة وش دير تخلق كان مؤسسة كفأ ندرنا الإجراءات هذه في قانون السفقات بعموية وقوانين أخرى أنه الآن ما نخلو الشركة واحدة تخدم العرض تخدم شركة العرض ونختار العرض العرض الأنسب العرض الأنسب في الجزائي الأسف والعرض الأصغر بمعنى ديري يسموها المناقصة وما يعني المناقصة هذا أمر أيضا مهم جدا الحديث عليه ديري مناقصة لكي نبني عمارة شكل يدي العمارة شكل يديها هو اللي من السعر الأقل ولكن تلقي عمارة السعر الحقيقي تحتها هو 20 مليار 20 مليار السعر الحقيقي باش تخرج عمارة محترمة عمارة محترمة يعيشوا فيها 200 سنة ويصال لهوالو هم اللي يدولوا مناقصة يجي واحد يعطيهم فيها يقول المخدمة خمزوج ملاير يخدم لهم عمارة بالتراب بالحطب آخر آخر نوع يخدمها بالبلاط آخر نوع لأنه يخدمها بالمناقصة يخدمها بأرخص سعر شوفيها انتيا لا شكل لا مضمون لا صلابة ولا أي شي بعد سنة يبدو نسيشكيو أو الحطاح أو تكسر طرح منها لأنه بنينها بشيء رخيص جدا هذا أصلا طالب إنجاز المشاريع بالمناقصة خطأ لأنه يجيبي 20 خبير يقولوا كلهم هذا العمارة تنجز زوج ملاير ويخدم لك عمارة بقية 200 مليون هو زوج ملاير والحقيقة تحتبنها بعشر ملاير ما تنجز المفروض تنجز تحترق خبراء وهذا الشي لم يكن يوقع إذن هذا الناس لم يكنوا يحترموا الإجراءات لأن الإجراءات أولا طول والثانيين تقدر السفقة يضيها مستثمر وحدا كل موقع ويضيها لك انت باش تضمن لازم تعاف المسؤول لأن العلاقة لا لأن القانون يعاقب المستفيد والمانح هذه هي يعاقب المستفيد والمانح كمستثمر على بلكل إجراءات لا تقول لا يعد ربجها للقانون لازم تحترم هذه الإجراءات ودير أيداع العروض ودير عرثاك ويدعو باقي المؤسسات العروض ويقوموا بمعرفة النتائج من بعد. هذا المسؤول بعلاقاته. يعني يجيب انتا نعطيك سنيك الوثيق وهكذا المشروع اديه انتا ونديش واحد اخر. وطبعا النتيجة معروفة يعني. علاش عطاك المشروع عليك انتا. ومنذرس نجاح قانوني. يعني رسل. دينا النش. هذه الامتيازات. هذه الحصول على الامتيازات. حسن الامتيازات يرتبط بالرشوة بطريقة يعني بطريقة مباشرة. طب بالمال لا يرتبط بالشيء اخر. ولا يرتبط بالأخلاق. يعني نعطيك اخلاق. تعني نعطيك مال طبعا. هذه معروفة كلها. اذا هذه الامتيازات اللي حصلوا عليها في نظر القانون بانها لم تحترم اجراءات المنح. كان اجراءات المنح بسهولة. كان اجراءات المنح. عندما نحترموهاش نمر مباشرة الى التراضي. بمعنى انا المانح وانت ارواح انت تخدم لي وانا نقابل نخلصك. هذا هي التراضي. هو محاولة للسطو على القانون. خلقوا حاجة اسمها سافقات بالتراضي. بمعنى ما نحترموش الاجراءات القانونية ونحرمو شركات اخرى انها جي دل العرصحة. نمدوها شركة وحدة وتبقى هي تشتغل. وما اكثر هذه الشركات وما اكثر اشخاص الذين اصبحوا في الجزائر من ارباب المال. ليس رجال المال اصبحوا من ارباب المال اصبحوا من الكون الملايير. تشوفي في الجزائر الان نتيجة هذه المؤاملات الغير قانونية. تشوفي الشاب في عمره 19 سنة وعشرين سنة وعشرين سنة وعشرين سنة ملياردير لانه دخل في صفقات مخالفة للقانون. نتيجة علاقات عنده ولا عند الابتعو. ولا نتيجة انه هذا المسؤول هذا وليد خطو ولا بليد خوه ولا فاميل ولا عنده علاقة به. كل هذا الامور جرتنا الى فسد كبير. الفسد الان ماهوش فقط في مجال الصفقات العمومية. ولا في مجال مصانع تركيب السيارات الان. الفسد موجود في كثير من المجالات. موضوعنا اليوم هو تركيب السيارات اشرحنا الاروام للمشاهدين كيف تمت عملية الاكتتاب بخصوص الحصول على هذه المصانع لم يرعى فيها القانون لانه كنا في فترة لم يكن هناك حسيب ولا رقيب لم يكن هناك اي اذا كما اشرت منذ قليل سيد كورتو سيكون هناك بث تلفز داخل بهو. وهذا ما نلوحده في هذه اللحظة هكذا للاشخاص يعني والمواطنين الذين يريدون المتابعة هذا ببهو ببهو قاعة هذه بقعة الجلسات نعم نشاهد في هذه اللحظة وعلى الصور تبدو لنا طبعا الوزير السابق احمد اويحي بعض الشخصيات التي يمكن ان نراها اذا مشاهدنا للكرام ننقل لكم هذه المشاهد من داخل قاعة المحاكمات قاعة رقم خمسة بمحكمة سيدي محمد واذكر لمن التحق بين اللحظة بان هذه المحاكمات تتعلق بملف تركيب السيارات. اذكر كذلك بالنسبة لمتعاملين الاقتصاديين الذين هم من بين المتهمين هم محمد بايري معزوز احمد العربوي حسان. اما بالنسبة للوزراء هناك وزيرين سابقين اولين الوزير الاول السابق محكمة سيد محمد بالقاعة رقم خمسة سيد كرتل تنبؤاتك بالنسبة لهذه المحاكمة ولك الحق في التعليق أكيد طبعا أولا التعليق بسيط على الصورة يظهر فيها طبعا عن نصر الشرطة وأعوان إدارة السجون يظهر في الشاشة بينه وزي أسود وهو إدارة السجون يظهر أيضا بعد المحامين وفي يسار الصورة طبعا أبرز الوجوه هو الوزير الأول الأسبق أحمد ويحيا هنا أيضا حديث عن انسحاب هيئة المحامين نظلم بأن بوادر تأجيل جديد بخصوص هذه القضية لأنه تعرفي بأنه من مصلحة المحكمة أن يحكم المتهمون بحضور محاميهم لأنه غياب محاميهم لا يخدموا إطلاقا مستقية المحاكمة الأمر أيضا فيه قراءة بأنه أرمم بعض المحامين الآخرين لم ينسحبوا إذن سيكون كاين تشاور وأرمم محاولات لأجل البدء في المحاكمة ولكن أظن بأن انسحاب بعض المحامين سيعطل الأمر بعض الشيء ترجمة نانسي قنقر